اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن اجواء بطولة كأس الامم الافريقية اللي ايامها ولا يليها مازالت تتواصل في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وكل المدن المصرية مصر تستضيف 24 منتخب او 23 منتخب طبعا بخلاف المنتخب المصري اللي بيلعبوا في مباريات كأس الامم هذه الايام تقريبا كل المجموعات لعبت النهاردة دلوقتي انا بكلمكم المفروض المجموعة السادسة خلاص بتلعب اللي بتلعب في الاسماعيلية الكاميرو انكسب باثنين غنيا بساو في اول مباراة والمطش التاني الساعة 10 ما بين غانا وبنين وبكده لما يخلص المطش بتاع الساعة 10 بقى كل المجموعات لعبت مباريات الجولة الاولى ومن بكرة تبدأ مباراة الجولة التانية وبكرة طبعا مباراة مصر المهمة والمرتقبة بازد الله الساعة 10 مساء مع منتخب الكنغو الديمقراطية ومنتخب قوي ان شاء الله ربنا يكتب لنا بكرة النصر والثلاث نقط علشان نبقى ضمن التآهل بنسبة كبيرة جدا ونبتلين نفكر بقى في الادوار الاقصائية الحاسمة اللي بإذن الله تؤهلنا للمباراة النهائية والحصول على الكأس الثامنة التي غابت عننا منذ تسع سنوات من اخر بطولة حصلنا عليها في 2010 في زمن حسن شحاتة واللعاب الكبار بأبو تريكا والجمعة واحمد حسن ومتعب وغيرهم فيه ثلاث لقطات بسرعة عايز اتكلم عنهم انا توقفت عندهم جدا ومهمين جدا ان احنا نتكلم عنهم ثلاث لقطات دول اول لقطة فيهم لقطة تذكرتي شركة تذكرتي وموقع تذكرتي الشركة والموقع المتحكمين في نظام حجز التذاكر لحضور المباريات المختلفة في الملاعب المختلفة الحقيقة بعد حوالي اربع تيام خمس تيام جمعة سبتة حد اثنين تلات خمس تيام دلوقتي نجاح باهر ومقطع النظير لهذا النظام الجديد مجدبش عليكم لما تم الاعلان عن هذا النظام من حوالي شهر شهر ونص قبل انطلاق البطولة انا كنت الان الان ليه لانه نظام جديد واي حاجة جديدة بتبقى مقلقة شوية يحصل فيها اخطاء يحصل فيها مشاكل الناس ما تفهمش الموضوع قوي يحصل عطل يحصل اي حاجة الواحد من اي حاجة جديد تتعلمنا الطبيعة البشرية تبقى الانه شوية كده من اي حاجة جديدة بس الحقيقة الحقيقة الحمد لله بعد توفيق ربنا واكتهاد العاملين في هذا النظام نجاح منقطع النظير سيستم ونظام وانضباط ونضافة واحترام سواء في الطريقة بتاعة حجز التذكرة او الحصول على الفان اي دي او حجز التذاكر النفسها بتاعت المباريات والحصول عليها او دخول المباريات كل اللي راحوا الاستادات كل اللي راحوا الاستادات كل الاستادات اجمعوا على انهم اول مرة يروحوا استاد بهذه السهولة وهذا اليسر وهذا النظام وهذا الاحترام قبل كده كان فيه بهدلة وتكدس وزحمة وتخش من هنا وما تلاقيش مكانك وتخش من هنا تلاقي الباب مقفول وتخش من هنا تلاقي التذكرة دي اساسا ملهاش مكان لانه الناس قعدت بدعوات كلام بقى كتير كان بيحصل ايام الفوضى الحقيقة نظام رائع وده مش باعترافي انا الوحدي ده باعتراف الجماهير الافريقية كمان الحاضرة كلهم اشادوا بهذا النظام وقالوا افضل شكل حجازنا بيتذاكر في كل البطولات اللي احنا بتحضرها وراء منتخباتنا فده شيء يستدعي الفخر والاحترام والشكر ويا رب تكمل على كده وتعالوا شوفوا بعض الافرقة وهم بيحيوا هذا النظام اللي اسمه تذكرتي اشتركوا في القناة شجعين منتخب تذكرتي ونتمنى لتذكرتي ان شاء الله النجاح والتوفيق والوصول النهائي بهذا النجاح منقطع النظير وبالمناسبة شركة تذكرتي النهاردة بتجدد توعيتها وتنبيهها وتحذرها لكل السادة المواطنين سواء من المصريين او من الافريقة اللي موجودين في مصر وعايزين يحضروا المباريات مفيش حاجة اسمها تذاكر مباعة او تذاكر مهداء يعني انا اشتريت تذكرة وحجزتها واستلمتها باسمي ما ينفعش اجا اقولك والله انا عندي ظرف ومش راح بكرة فاخذ التذكرة دي وروح مش هتروح ومش هتخش صاحب التذكرة اللي مطابقة للمعلومات اللي في الفان اي دي اللي مطابقة للمعلومات اللي كتبها في الحجز وهو بيحكز في موقع تذكرتي بس هو لا يخش ومفيش حاجة اسمها تذاكر مهداء تذكرتك اللي حصلت عليها بس هي وسلتك هي الفيزا هي الباسبور بتاعك لدخول الاستاذ عشان في ناس بتالي تضحك عن الناس في السوق وتقولك لا والله دلوقتي خلاص فتحوها وبقى في تذاكر مهداء وان انت ينفع تخش باسمي بس خلي معاك البطاقة وبطاقة فيش كلام من ده نفس السيستم المطبق من اول يوم هو المطبق النهار ده وحيكمل اخر البطولة الفان اي دي والتذكرة اللي عليها باسمك مطابقة للفان اي دي مبروك دخلت الاستاذ غير كده اقعد على القهوة وادفع شاي بخمسين جنيه واتفرج على الماتش وبرحتك خالص او عندك تايم سبورت ببلاش في البيت يعني كل الامور متاحة بس النظام ما يزعلش حد اللقطة التانية لقطة اشتركوا في القناة